ماذا بعد التدابير التي اتخذتها ست دول عربية خليجية تجاه لبنان؟ وهل يمكن توقع تدابير جديدة من دول عربية أخرى؟ حتى الآن لا مؤشرات إلى أن التدابير المتخذة ستتوسع هذا على الأقل ما يمكن استنتاجه من الكلام الصادر عن المملكة العرب أو عن سفير المملكة العربية السعودية اليوم فوليد البخاري خفف من وقع التدابير المتخذة مشيرا إلى أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية حوادث مخيم عين الحلوة فقط لا غير وأن المملكة لا يمكنها أن تفرط بمواطنيها أينما وجدوا على أي حال رغم التطورات الأمنية التي حصلت في عين الحلوة فأن القطاع السياحي لم يتأثر وتشير كل المعلومات إلى أن الفنادق لم تشهد أي إلغاء للحجوزات وهو ما أكده رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار أشأر وهذا يعني أن السياحة واللبنانيين المغتربين اعتبروا أن ما يحصل محصور داخل مخيم عين الحلوة وأنه لا يتمدد إلى خارجه فهل تكون الحوادث الأمنية في الجنوب؟ سحابة صيف وعبرت سياسيا مجلس الوزراء عقد جلسة خصصها للبحث في موازنة العام الفين وثلاثة عشرين على أن تليها جلسة أخرى الخميس مخصصة للأمر عينه ورغم أهمية ملف الموازنة فإن تأمين رواتب موظفي القطاع العام فرض نفسه على مجلس الوزراء وقد توصل المجتمعون إلى حل مبدئي يكمن في إحالة وزارة المال رواتب الموظفين على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية قبل أن تحال بالليرة أيضا على المصارف الخاصة وهو تدبير لا يحتاج إلى توقيع نائب الحاكم وبين جلستي مجلس الوزراء الثلاثاء والخميس ينعقد غدا في الدمان لقاء وزاري تشاوري الظاهر أن معظم الوزراء سيحضرون باستثناء الوزراء الذين يدورون في فلك التيار الوطني الحر علما أن اللقاء مهم إذ سيبحث في قضية النازحين السوريين وفي السياق قال وزير المهجرين أنه سيطالب في لقاء الدمان بدعم البطريارك الراعي فهل القصد من اللقاء أخذ الغطاء البطرياركي على أمور معينة في قضية مصرية في ظل غياب المكونات السياسية المسيحية الكبرى؟ ترجمة نانسي قنقر